إلى تطورات الأوضاع في غزة حيث أكد رئيس الهيئة العامة للإستعلمات دي رشوان أن القاهرة تسلمت ترد حركة حماس على الإطار المقترح لاتفاق تهدئة في قطاع غزة وأكد رشوان أن مصر ستقوم بمناقشة كل تفصيلات الإطار المقترحة مع الأطراف المعنية بما في هذا تكثيف عقد الاجتماعات معها لتوصل في أقرب وقت للاتفاق بينها حول صيغته النهائية وأوضح رئيس الهيئة العامة للإستعلمات أن مصر قد طرحت منذ فترة قريبة إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة يتم بموجبه تبادل الأسراء الفلسطينيين والمهتجزين الإسرائيليين على مراحل وتكثيف الدعم الإنساني للأشقاء في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر